يختلف معنى العيد هنا في مديرية المعلة شرق العاصمة المؤقتة عدن حيث مخيمات النازحين تحكي مأساة حرب وتوثق واقعا مريرا زيارة واحدة إلى هنا تكفي لترخيص حالتهم حيث تروي الحاجة نعمة حكاية أربع أسر تعيش في منزل واحد إن صحت تسميته منزلا هنا ينامون ورغم صيف عدن القاسي إلا أنهم لا يملكون أي وسيلة للتخفيف من الحرارة وهنا يطهون طعامهم أما هذه النفايات فقد أعدها الأطفال استثمارا لبيعها وكسب بعض الأموال التي لن تغير شيئا في واقع معاناتهم حصلنا صواريخ وذوقوا في اشتباكة وقع الرصاص وقع ذوق من عبانتي يبتقتوا كانوا ذا خرقوا الحرارة بلغوا سمخارات من بيتي واني واني بنتوا ذا مبتقتوا لي كعصار وخوف وكحرار وصواريخ البعض نزح حاملا في جسده أثر الحرب التي لم تفرق بين أعزل أو امرأة أو طفل شعيب قبل أن يكمل عامه الأول أصابت منزلهم في مدينة الحديدة قذفة هاون جرح على إترها الأب وفقد الإبن جزءا من جسده صاروخ هاون بين البيت حط على الطفل مقتصرق له حصل في الدماغ هنا دحانيش تاعب المصنعين فقد أنفو دارا نجلهم لخدو الأنفو العيد يضيف البحجة والسرور للأطفال ينسيهم جزءا من آلام الحرب يذكرهم أن اللاعب حق من حقوقهم في وقت أصبح فيه الموت والدمار يحيط بهم من كل اتجاه وحيث اشتاق الأطفال إلى منازلهم وألعابهم وأصدقائهم يتطلع الكبار أيضا للعودة إلى الديار وإنهاء الحرب ونطلب من التحالف العربية الذي ضحف مدينة حيث على سنة الساحة العربية أن يهتموا بحيث حيث الذي انتهت البنية التحتية في حيث كامل الآن لا مداوس الأطفال محومين من المداوس التعليم متى تضع الحرب أوزارها ويعود النازحون الذين طال نزوحهم وهم في انتظار أن تجد السلطات المعنية حلا لمأساتهم خلف هذه الجدران وهذه الأبواب المغلقة العديد والعديد من القصص وشيء الذي يجمع بينهم المعاناة والفقدان والحرمان من قضاء العيد في منازلهم فإلى متى تستمر معاناتهم ومتى تلتفت إليهم الجهات المعنية حني الجمال بالقيس عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر